سعيد بلقائكم مشاهدين في هذا العدد الجديد من بدون تحفظ ومع بداية فصل الصيف تكثر حالة التسممات الغذائية أرقام كبيرة كشفت عنها وزارة التجارة حيث تشير الإحصائيات الرسمية عن إصابة أكثر من خمسة آلاف حالة تسمم في الجزائر أدت إلى وفاة حوالي 11 شخص والمئات من المصابين والمرضى أرقام رسمية تكشف عنها وزارة التجارة تشكك في هذه الأرقام جمعية حماية المستهلك وتقاذف التهم بين الجمعية أو المنظمة الوطنية بحماية المستهلك وبين اتحاد التجار الكل يلقي باللوم على الآخر اتحاد التجار يحمل المستهلك المسؤولية والعكس صحيح بالنسبة لجمعية حماية المستهلك والفاتورة دائما مشاهدين يدفعها المواطن البسيط مشاهدين نفتح هذا الملف ونناقشه بدون تحفظ وأسعد بأن أستضيف سيد علي بو كروش المنسق الوطني لاتحاد المنسق الولائي عفوا لاتحاد التجار والحرفيين لولاية العاصمة أهلا وسهلا بك شكرا سيدي ودكتورة فتحية حبادي طبيبة عامة ورئيسة وحدة أهلا وسهلا بك دكتورة شكرا وكذلك مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلكة أهلا وسهلا بك سيدي أهلا بك سيدي نبدأ معك سيد علي بو كروش في الأيام الأخيرة الماضية 300 شخص أصيب بالتسمم في ولاية لمدية 36 حالة تسمم في زفاف في منطقة الدبداب الحدودية 15 شخص في غليزان جراء تناول مطعمة سريعة في المطاعم ربما العدد نشوفه في أيام فقط قريب يوصل إلى ألف الوزارة تقول لك 5000 الأرقام تشوف الوزارة أرقام صحيحة أرقام رسمية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسليين سيدي المحترم ياسر سيدي وسيداتي مساء الخير أخواتي وإخواني المشاهدين مساء الخير نحن كإتحاد العام للتجار والحرفيين عنا إحصائيات يومية يعني جينا من الولايات يعني من 48 ولايات الجيل الأمنة الوطنية فيما يخص التسممات الغذائية أو المواد الغير صالحة سألتك عن أرقام سيد سيدي سألتك عن أرقام الأرقام بلك الوزارة قالت 5562 رقم تم تسجيله في 2015 تشوف الأرقام هذه صحيحة لصدرها عن وزارة تجارة على كل حال نحن لا نعنش معلومات على الأرقام ونأكد لك حاجة باللي يوجد تسممات غذائية ما لش مختلفين فيها ولكن ما تهرب ليش من السؤال نعم أرقام وزارة تجارة أرقام صحيحة أم أرقام ربما نقصة غير حقيقية مطابقة للواقع لو نتكلم معك بالواقع نقول لك نحن كإتحاد العاملية تجارة الحرفيين ما عندناش أرقام تسموا من جراء الأكل الغير صحي على حساب نشوف يعني يوجدوا في المستشفيات أو في وزارة الصحة الأرقام صحيحة يعني الإنسان هذه أرقام صدر عن وزارة التجارة نحن ما نجموش نأكدو أو ننفو ونتم ما عندكمش نحن عندنا أرقام ليوميا يعني ما نحصيها لكش كامل يوميا خاصة في الولايات العاصمة يعني ألقينا وبلغنا على التجار عندهم مواد غذائية منتهية صراحيات أو مواد غذائية فاسدة واستصلنا بمدير التجارة واخذ قرار بالغلق ويتبعهم حتى قضائيا ممتاز وزيد القيناة زيد القيناة مع مدير التجارة سي كامل اللي هو كاريسي كريم قش اللي هو مشكور يعني بلغنا مثلا على مذبحة غير شرعية يعني تذبح في اللحم يعني اللحم غير لائق لاستهلاك هذا تبليغ نتكلم عن تبليغ نتكلم عن الأرقام سي زبدي سمعت كلامه ما حب لي أكد الأرقام ما حب لي نفيها قال لك نحن ما عدناش والمفروض اتحاد تجار يكون عنده أرقام لأنه هو تجار الذين ربما لهم سبب كبير في حدوث تسمومات تفضل بالفعل بما أننا في حصة بلا تحفظ سأرد عليك بلا تحفظ نعم لازم أولا نشير أن التسمومات الغذائية التي هي محل أرقام هي تسمومات غذائية حادة يعني تسمومات بكتريولوجية ما نشنه دروع التسمومات المزمنة لجاية من مضادات الحيوية ولا جاية من البلاستيك ولا جاية من مبيدات إلى غير ذلك نحن نرى أن هذه الأرقام هي الأرقام المصرح بها فقط 5600 لأن واقع الحال واقع الحال يعني كل طبيب يعني ممارس للمهنة يدرك أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش بسبب أولا الإجراءات التبليغ عن التسمومات الغذائية هي إجراءات تقنية فيها بعض العراقين وفيها بعض المشاكل حتى أن بعض الأطباء لا يصرحون بها لأن التصريح يلزم لما يكون شخصين فقط كلاو نفس الأكل أن يقوم التصريح يعني تسمم غذائي جماعي ما هوش كما يظن البعض كيكون عرس فيها ثلاثمية ولا أربعمية قال هذا هو تسمم غذائي الجماعي التسمم الغذائي الجماعي يكون شخصين كلاو نفس الأكل هذا تسمم غذائي وبالتالي تحت طائلة العقوبات لابد على الطبيب أن يبلغ نعرف أن تسمم الغذائية هي مراحل كلينيكية هناك من يأتي جه بعض الألم هناك من يأتي خيء خفيف هناك من يأتي إسهل وبالتالي لا يقوم باستشارة الطبيب وإنما يقوم بالتطبيب الذاتي وهنا الإشكال الكبير لما يروح الإنسان إلى صيد أن يقولوا عندي لا ديارة يعطي له أرسي في ريب هنا هذا الواقع وللأسف الشديد جعل أن الأرقام تبقى محصورة في 5600 مع الإشارة إلى وجود حداش حالة وفاة وللأسف الشديد في 2015 وفق الرأي أرقام بعيدة كل البعد أنا نتكلم من لغة صراحة لأننا نحن نحن موجودين يوميا في الميدان كان مصالح الرقبة هي مصالح وزارة التجارة إذا قالت الأرقام هذه ورنا مع wool وزارة التجارة خطر وزارة التجارة هي اللي رأي متوجدة في 48 ولاية هي اللي رأي تراقب فتجار التاجر يراقب وزارة تجارة تراقب وزارة صحة تراقب وزارة المالية وزارة الداخلية يراقب الدرك يعني حسلات 562 حالة صحيحة يعني التاجر رأي مراقب من كل مصالح الدولة أنا عندي ثقة يعني في مصالح هذا ومصالح الدولة يرقبوا التاجر مرحبا وسهلا بهم ما كان حتى مشكلة هنا ما هو مشكلة رقابة أخي سيدالي ربما أنت لازم تعرف بأنه لما تحدث عن تسمومات غذائية هي حالات صحية صحة حالات كلينيكية ما نلقوها شعند التاجر نلقوها إما عند الصيدالي ولا في البيوت ولا في المستشفى هكذا وزارة التجارة ما ترحش المستشفى تأخذ إحصائية وزارة التجارة تأخذ الإحصائية من وزارة الصحة يعني حسب الحالات وبالتالي إحنا وش قلنا إحنا مشكلاش في 5600 قلنا هذا هو ما هذا هو العدد المصرح به لأنه هناك أعداد كبيرة جدا غير مصرح بها لسببين سبب التقني اللي يجعل الطبيب يفر من التصريح وثانيا نظران للطبيب يعني أنت تحتقد أنه سنويا عندنا خمسين حالة ألف سرطان وهي تسمم غذائي من بيناتها غلبيتها تسمم غذائي مزمن خمسين ألف حالة وعندنا خمس ألف حالة تحتسمم غذائي يعني غير معقول يعني نشوفه في الوسط العائلة تانا فقط شوف ربما أخوك ربما صديقك جارك عنده تسمم غذائي ولم يتم القيام بما يسمى لانكات إبيديميولوجي يعني التحقيق الإبيديميولوجي والذي من خلاله يتم تصريح بالأرقام ممتاز جدا هذا ربما الكلام للطبيب يعني أنه أطباء هم الذين يستقبلون حالات في المستشفيات تفضلي دكتورة طبعا إضافة ربما لمعلومات الضيف الكريم أولتها هناك قائمة قائمة الأمراض المعلنة عنها إجباريا ونشاط للطبيب المعلنة عن تسمم الغداء على تسمم الغداء تعني تشتعب المعلنى المعلنة عن الرداء يتعبون إلى الرداء لأنه ينتعج ليسوا من تسمم الغداء ويضا أخذ겨 على وضعنا إذا كان لسنة لديه في مدنة الملتح لا يمكن أن يكون قائمة أن لا يمكن أن نتعرف لمدة سنة هذا يمكن أن أقول أنه قائمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا 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 أنا نهضر من الواقع المعاش حتى لا نهضر من الواقع المعاش أنا في الميدان لا معناني في الميدان سمح لي نحن دسنا هنا في طبعا قلت يعني بلي هذه القائمة مجبارين مجبار الطبيب أن يصرح وعندنا كما يقولوها كما يقولوه نعم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لترجمة نانسي قنقر عندما يصرح ترجمة نانسي قنقر طبعا توديم المشبر ويعلن عليها ويسجلها ولكن هناك مراقبة لمن لا يعلن لا يصرح يعني أنتِي ترجمة حتى يأخذك واحد دوي في إيفليس ارجونس تعرف بلي عنده تسمم تكبيلو أردونس تما فيه يروح مش كل يقالب اللي هذا عنده تسمم ولا لا ممكن أنت ما تقوليش لا لا نكتب عنده تسمم ومبعد نبعد كما قال هذا التصريح للمصلحة المعنية كما قلوحنا هي الويقاية نتعى الأمراض هي راح تسجل بالتالي هذا التسمم وبعدها كما قال لكم وزارة الصحة كاين كما قلو برنامج كاين خرجت كما كان يقول تحقيقات وربما كما قلوحنا عندما يكون تسمم خاطر كونالك فرقة كما قلوحنا ربما درجانس استعجالية استعجالية تتنقل مع فرقة خاصة لدراسة الموضوع لدراسة حتى المأكلات حتى كما قلوحنا كما قلوحنا الحوار مفتوحة يعني بش لا تبا رمزه ما لأنا سيدي كونفرار طبعا لعني وما كاش مشكل ولما أتحدث بلا تحفظ لحمايتهم يعني أني كما يقول لك حتى نرني في الميدان وقارى الصعوبات التي يتلقونها في التبليغ نعطيك سؤال فقط يعني بش نقول لك بأنه تبليغ حقيقة نقلش فيه نقص نقائص نعطيك بدليل لازم نعطوه سنة ماضية أكبر تصموم اللي وقاع نترحموا عليهم أطفال صغار تعخين جلا عبق من بين الأمور اللي خلات العدد يتفاقم من بين الأمور التي عطلت التحقيق الإبيديميولوجي سيكون يابا يودي الدكلارسيون كي كانت الحالات تروح إلى المستشفى أختي العزيزة يابا يودي الدكلارسيون لم يتم يعني التصريح بحالات التسموم قال لك حالات خفيفة وذهبت وبالتالي مديرية التجارة تعخين جلا ما قدرش تدخل وتأخذ العينات الصحيحة التي كان لابد عليهم أن يقوموا بها نظرا لعدم التصريح والأمثلة متعددة هناك بعض الأطباء صحيحي ما الأطباء ميصرحوش هذا هو السؤال مطروح هي بتخذش تعس كل الأطباء الطبيب بينه ينضميره طيب عليها الطبيب ميصرح هناك بعض الإجراءات أنا قلت لك كان واحد يزام بريمي عمر وكذاو إلى غير ذلك من الأمور وجيك مصلحة طب الوقاء برقراطية يعني شوية برقراطية هناك بعض الأطباء اللي يخدموه في مصالح عامة في مصالح عامة وين مثلا بعض المدارع والأسف الشديد مدير بذبه أنه يحافظ على سمعة المؤسسة وبالتالي يلزم الطبيب بعدم التصريح هناك بعض المطاعم الجماعية والأسف الشديد وين ما كانش كان ضغط على بعض الأطباء حتى ما يقوموش بالتصريح أو بالتالي هل تعتقد أنك في تزاير لدينا 50 ألف حالة سرطان سانوية وعندنا 5 ألف تسموم غذائي نعطيك حاجة فقط سؤال وبما أنك طبيب هو يعني كلمة يسمى بالعلاج بسر يا ترى داويت من قبل في وسط العائلية حالة تسموم دون أن يذهب إلى المستشفى ويشوف طبيب بسرعة 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 اسمحي أستاذ يجب كما قال كنصوات خيط خيكلاغ دون سختان سيتيواشن كما قال ربما أثرت الحالات يعني الخفيفة الخفيفة أي إنسان حاجة خفيفة ويرجع رأسه لا ياخد بغاستامل معروف عند الجزائريين ولكن عندما يلحق باش نهدر على تسموم معنتها كي يقول تسموم معنتها يعني صحة الإنسان راهي في خطر كما يقول لحنا 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 سمحلي سمحلي je suis désolé vous me laissez continuer سيببلا سيببلا أحنا كما قال دا دا كا ميدانية لستو طبيبان كما قال لحنا مكتب أنا طبيبان ميدانية إذن حتى كن في الدورة عندما ندور نشوف لازجنس كس كي سپس وش كايين والحالات اللي كما هادو بالعكس هي تسمم الغذائي ربما كما قال العدل والقطة كل هذا لازم يجز عندي وكل شهر نحن نديرو كما قال حنا يا لغي كنت علي لك لكن هو ترحل نقطة مهمة يعني لما الطبيب ما يصرح رجع ضميره صحوة لا لا نتكلم على العاصمة نتكلم على مرات الداخلية لما الإنسان ما يصرح الطبيب ربما رجع ضميره هو وقل إجراءات إدارية معقدة تخليه ميروح يدير هذه بروسيدور لا يصرح ما كان حتى إشكال في التصريح أقولها وأعيدها نحن نحن أطباء كما يقول إحنا حرين ومستقلين عندنا الضمير المهني ومحلفين قبل أن تكون يعني اعتبارات أخرى لبعض الناس ماشي كل ولكن عندما يكون تصريح بحالة نصرح بحالة يجري إنقاذ الألاف بالعكس كيف يعني الطبيب سيكون كشغل en contradiction avec les principes لا أدن إلا إذا كانت هناك ربما لبس في الموضوع ربما الإنسان لا يحب يصرح ربما لا أعطي المعلومات الكافية هذه ولكن نمضح ممتزة سيدتي كريمة ليس للإعابة ليس للإعابة ولكن لننطلق في علاج لازمنا حقائق والحقائق ركذكرت بعضها قلت تسمم الغذائي ماهيش حالة خفيفة ولكن الإنسان يلحق إلى درجة يا أستاذ وركي دكتور وتعارفي بأن هناك ما يسمى لسود التوليرانس هناك درجة التحمم أنت نخذ نخذ نفس الأكل أنت يجيك تعفشي وهذا يقدر يروح للكومة وبالتالي التصريح لا يوجد بالحالات الكليينيكية لا يوجد التكليينيك نتكلم أيضا إذا هناك دول يعني رغروبي شخصين أخذاء نفس الأكل ولكن نحن نستهزع نقول لها بصريع العبارة نستهزع وما نتكلم سيد علي تفضل سيد نشكر سيد المحترم تكلمنا تقنيا يعني على التبليغ ما بلغوش ولكن أنا حبيت نتكلم باش المشاهد تكلم سيد علي تكلم مقدمة شي طويل تكلم يعني كيفاش رح يعني البروتيجو رحنا من القدام على التسمومات قبل البروتيجو قبل الحماية كل الاتهامات عن التجار نعم لأن الحلويات الفرمدية تاجر يا سياسر المطاعم تجار يا رجل الزين وانترك اليوم بالبابي ويادرى ما هو سر للبابي وهذا معناك هو محل الاهتمام محل الاهتمام أراني فرحان بيوم أراني فرحان أراني هيل تسمومات من نهورة وهايل سيد زبدي النشوة النشوة يعني نرطيك المثال على كل حال نحن دايما دورتنا كمجتمع مدني مجتمع مدني تكميلة للعمل تعدولة ونبلغوا هني دخل لك شوف كين مثل يقولك أخرج ربي نكسيك شوف جوابني كل الاتهامات من طرف في هذه حالة تسمهم الناس كالمواطن كالحماية المستهلك حتى في الصحة يقولك التجار يبيعوا أي حاجة التجر يبيع يبيع بركب لا ما يدير حسابه لا لبالك الناس تقولك تاجر وتجار لبالك تخيل التجار هذا ما كانش ما تكون بلد فيها الاقتصاد ما تكون فيها سياحة ما يكون فيها حتى شي التجار هو يقدم رسالة التجار والاتحاد العام التجار والحرفيين هو سلالة الجيش التحرير الوطني نزيد نعطيك حاجة نحن نتكلمه مع الوزارة نتكلمه مع وزير التجارة نتكلمه مع وزير الصحة نتكلمه مع رئيس الحكومة ونقولوله بل السوق الجملة للخضر والفوكه للسل للكاليتوس راه يدخل امراض للمواطن يجيب الدلح فاسد يجيب البتخ فاسد يجيب التفاح فاسد ما عندكش تحكم في التجار لك مسؤول عليك مش يتعكين رقابة لازم رقابة تريع عند الباب سمحني تتكسوال هل اتحاد التجار متحكم في التجار نعم متحكم انت متحكم مش قادر تمنع الدلح الفاسد اسمح لي شكل يجيبها يجيبها الفلاح شكل راح يجيبها تاجر اللي بيحف السوق لا لا يجيبها ما لازمش يدخل السوق في دقيقة قبل نروح الفاصل في دقيقة في دقيقة تعتقد انه لانه لما نتكلم عن المستهلك مستهلك يتحكم في المستهلكين وتجار يتحكم اتحاد تجار يتحكم في التجار تعتقد انه ربما التاجر الان واحد ما يحكم فيه شو لازم نقول التاجر تحكم فيه الأخلاق والضمير هذه واحدة لابد كينا حاجة نقولها اننا ما ما يلزمش اننا نحميه تاجر فاسد نقوله بصريح لتسمومات غذائية عندها ثلاثة أسباب عندها ثلاثة أواب أولا التاجر نقوله التاجر بقصد او بغير قصد اذا كان بغير قصد فهو جاهل لانه غير مكون وللأسف الشديد احنا لما نروح بعض التجار ونشوف حالات عينية لبعض المنتوجات الفاسدة يقول لك لا لمليحة لانه تاريخ صلاحية ما زال هذا ما عندوش ثقافة تجارية ثانيا الرقابة اذا كانت الرقابة غائبة والرقابة ما يجمع صورة فقط في وزارة التجار ومصالح هناك مكاد بالوقاية البلديات والتي من خلال مرسوم تنفيذي واضح يحدد انه صلاحية الاغذية وسلامتها هي المسؤولة عليها في المحيط التحى لما نسمع والأسف الشديد ما حدث منذ يومين في المدية منذ بعض الأيام في المدية انه القاول هل ترى هذا المحل ظهر متسخا إلا بعد تسمم 300 شخص كاين أيضا العصر الثالث هو العصر المستهلك الذي لابد أن يكون رقيبا على من توجده ولابد أيضا أن يساعد العصر نحن نكمل هذا الثلاثة بعد الفاصل أهلا بكم من جديد المشاهدين أنا نتحدث عن التسممات الغذائية في بدون تحفظ سيزي بدي قلت كاين ثلاث عوامل للتسممات التاجر إذا كان عن قصد هل تعتقد أن اتحاد التجار متحكم في التجار يعني أن لما نقول الاتحاد التجار يدافع عن حقوقهم يعاقب أيضا التجار الذين يخالفون القانون وهذا في شكل من أشكال الرقابة طبيعة الحال نجب أن نعرف حاجة أنه اتحاد التجار هيكل تنظيمي وبالتالي يضبط و كما نقول نظم التجار ولكن تبقى سلوكات التاجر في مناولته للأغذية ولا في كيفية حفظه ولا كيفية تحضيره هذه تبقى من مسؤولية التاجر لوحده ونقدروا مثلا واحد تاجر ولا مجموعة من التجار أخطأوا نقول مثلا الأخ سيد عليه قال انترك مسؤولة عليه ما ركش مسؤولة عليه كل واحد يتحمل كل شات كل شات تتعلق مرجلها ولكن النهار اللي نلقى بأنه أي تاجر مخالف لقواعد السلامة وقواعد النظافة ويجي ممثل اتحاد التجار يدفع عليه ويكون هناك تبرئة يتبرعوا من هؤلاء الناس ثم يكونوا في صفين واحدين ونعمل على تصحيح الوضع أنتم توقفوا في عملكم توقف عن التبليغ فقط سيد علي لا نحن العمل يومي ميداني تبلغ بالمخالفين فقط نحن قبل ما نبلغوا عنا اجتماعات مع المدير التجارة مع المصالح مدير التجارة مع وزيد التجارة يعني يوميا ونحن يعطونا مثلا هما يقول لك يفتحوا الباب يقول لك المسعدة احنا نعاونه وهذا هو الدور تاعنا طيب انتك تشوف واحد يبيع في أطعيمة فاسدة وش تدير نبلغ في رمشة وملعين بلغادي كيفش تبلغ فهم تدير ورقة تقرير تبعت له ودري تلزاله وصيبه وخلو السيد يقتل الناس لا 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 أنا تعاملت مع مدير التجارة اللي أنا شكرته ونزيدنا شكره يعني تعال شكر خلي علاجيها ما لاش فيحصة بش نشكره المسؤولين لماذا نشكر الأعوان تقولوا يكونوا حاضرين يعني احتمت أي طلنت يعني ما كاش مراقبة دورية على المحلات رقبك يكون دورية بلك هذا المراقب يعني ما يكتشف ولا قدامه بالصحة الدقيقة اللي نكون فيها نكتشف نكتشف الحقيقة طيب اتحايت تفضل ربما من مثال يعني الأخي اللي بده أسيد علي محصور فيه وليات الجزائي العاصمة ولكن من خلال تطلعنا وعملنا على 48 ولاية نقوله بأنه ردة الفعل البطئة أحيانا وغياب ردة فعل هي اللي تكون أحيانا سبب في كوارث ونعطيك مثال أسبوع الماضي فقط أحد المستهلكين اتصل بنا وقالنا بالليل قام مادة يورد فاسدة في محل تجاري كنا نتوصلوا معاهم بالهدف يعني وبرك الله وفي نستغل الفرصة هذه بش نشكر أراح للتاجر قالوا المادة تاعك فاسدة وهاي بدليل وزا تفتح لها على الباوح دخرة قالوا أنا طالما تاريخ الإنتاج ما زالون بيها طلبنا من السيد أنه يكتب ورقة ويديها إلى مديرية التجارة في ذلك في تلك اللحظة اداها تواصلنا معاه بعد يومين قلنا لو روح لمديرية التجارة هاتف مديرية التجارة وكان يوم خميس واش قالوا له لم نطرس القضية بعد خميس جمعة سبت يعني خمس أيام يعني خمس أيام ذلك المنتوج كان يمكن أن يودي بحياة كثير من الأشخاص ربما المثال تعني العاصمة مثال استثنائي ولكن قلوها أنه هناك بطء وهذه من القضايا التي رفعناها إلى السيد معاة الوزير وكان يعني صاغي لها وانتمنى أن نجد حلول يعني ما هي الفترة لدراسة الشكاوي خاصة إذا ما تعرض الأمر بحياة الناس كان إشكاليات وحد أخرى رقينا بعض المنتوجات الفاسدة والتي بلغنا عنها ونقول لك لحد الساعة أشهر مرت ولم يتحرك أحد ولا ندري يعني ما مدى تقدم الخطوات على الأجهزة الرقابية نقول لك بعض المتعاملين أحيانا أن يربح الوقت ولي كما نقول لك نديروها راكورسي نروح للمتعامل التجاري المصنع قال أخي كريم المدى التاعك هاي لك شوفوا شبه دير تحليل وردنا الخبر موازاة مع اتصالات بالأجهزة الرقابية بعض المتعاملين التجاريين أخي لا يرد ولا يتحدث ونعطيك مثال كانت عندنا باط يعني علب تعقونا فيها صديد طيب وش قالنا قالنا هذاك دم الحوت محجر صديد ولا دم حوت محجر يعني أحيانا يعني طار غرائب وبالتالي نقول للمسؤولية لما قلت لك هذا الثالوث بين المستهلك بين التاجر وبين أجهزة الرقابية لا يمكن تصحيح الوضع إذا لم كان هناك ضمير أخلاقي إذا لم كان هناك ردع لمثل هذه الممارسة أنا أحب أنها صح كأين نقال كثيرة يعني أنا موافق في هذا ولكن كل داله دوا نحن نخم على أجهزة المستقبل نحن نكلينا نخم لليوم ماش أجهزة المستقبل نخم بالأليوم يعني نحن نكلينا كل السموم كليناها ورأنا نمشي يعني تقرر بإتحاد الجزال أننا ناكل السموم ناكلها يوميا نحن في الجزائر ناكل السموم ناكل السموم يوميا نعطيك أكثر من الشيء هذا نعطيك أكثر من الشيء هذا نتكلم لك على الخبز ما يكون في الخبز المليح يعني المليور مليح الملح مليح الخميرة مليح بعض الخبازين يعملون في وضعية كاريتية نحن مدهوشين منها مدهوشين منها والرقابة كي نقول لك للرقابة الرقابة ستكون الرقابة لازم أكثر من الخبازين قطل الجزائريين يأكلوا السموم بشي الجزائريين يأكلوا السموم أنا راني نأكل في السموم أنا مستهلك أنا مستهلك نقتني السلع من فوق الرصيف سموم نشري كما نقوله الزبدة من الرصيف وهي على كل حال مارغارين بيريمي تولي تطير حتى الزبدة نشريها رئيسك منصق ولاية تحت جزائريين يأكلوا السموم أنا نقولها لك بصريح العبارة لا أحتاج إلى أي تصريح آخرين نقولها لك أنا نقولها لك مباشرة راني نأكلوا السموم وبأدلة لما تكون عندنا مخابر أنا أطيها لك بأدلة أنا ما نقول لكش نأكلوا السموم بعد نقول لك الرصيف لا لا محلات نظامية راني نأكلوا السموم لما تكون عندنا غياب لمخابر لمخابر تعموات كيميائية نأكلوا في السموم نحن البارحة فقط أطلقنا حملة قف لا تسقيني سمًا يعني السموم اللي نتنولها من خلال القرارات البلاستيكية من الجزائر الأضرار الحزيم زعود شرق تبسة مغنية هذا السم الناس لن تدرك ولكن الآن على تحركنا بالنسبة للتسمومات الغذائية الحادة لأن هناك بعض الأعراض كلينيكية واحد حكماته كرشو حكماته لدياري حكماته حمى وبالتالي الناس تقلق ولكن السموم السرطان بعد 20 سنة حيث بعد 10 و 20 سنة نعطيك مثلا نعطيك مثلا بما أن أنا في حصة بلا تحفظ وتعجبني لأنك ركفتحت لي كما يقول لك فتحت لي الأبوال لما نهضروا على بعض المكسيرات بعض المكسيرات عبق بأن المكسيرات فيها واحد المادة سامة فطريات سليزافلاتوكسين لميكوتوكسين تطلق واحد المادة سامة سموها لزافلاتوكسين يا هل ترى المواد اللي راهي تسوق في السوق الجزائري من بينتها الكوكاوي إذا غير ذلك ما فيها شهاته نعطيك دراسة صرات عدلها 4 سنين من طرف بروفيسور في الجزائر أظهر أن الكوكاوي شراه شراه من برها فيه نسبة لزافلاتوكسين مضاعف وبالتالي لزافلاتوكسين هذه مواد سامة تظهر نتاج يعني الأثار تحب بعد عجرة عجل سنين فما بالك أنا لما تحضر لي على تسمومة غذائية حادة ما تقلقش إلا ما رحي مع ربي مسكين إنسان كبير ولا طفل صغير لأنه العراض ممكن أنه تقتله ولكن الطعمة الكبرى في التسمومة الغذائية المزمنة والتي حصلتها ولأسف الشديد خمسين ألف حالة سرطان سنويا ممتاز دكتورة اسماتي كلامو تفضلي فيما يخص مشكل أو كما قال إحنا استفحال السرطان في الجزائر أنا ربما كما قال أقاسمك الرأي بأن هناك بعض التسمومات هي سبب في دهور السرطان ولكن للتذكير أظن أن برنامج برنامج الجزائر لمكافحة السرطان طبعا كما قال هذا البرنامج هو يعني برنامج ثالي برنامج ربما يجب كما قال الطلاع عليه لأن المشكلة يعني أخذها بعين الاعتبار وبأهمية قصوى وبعض يعني الأساتي ده هم في ولكن فيما يخص السرطان شوفي دكتورة نطلقي في الميدان الحالات التي تجيك تستقبلها في الاستعجالات لتسمومات لأعلى ربما لدينا مشكلة لعدم التعاون مع الطبيب من طرف المواطن ربما من طرف المستهلك مثلا ما يقول شوي نكلاء أو ما يقول شوي شكلاء أو ما يحبش يدير المتابعة لي يقولك أعطني الدواء ويخرج يروح ثم ما هي أكثر حالة التي تجيك أنت يعني تجيك حالات أكل في الشارع أم تجيك حالات أكل في العراس أم في المطاعم كل ما ذكرته تأتي الحياة من ثلاث يعني ثلاث هذو الأمور ولكن ربما في بعض الأحيان عندما يعني تركي سمحين نضرب الدارج أنت كي طبيبة يعني لا شك أن وفاته عليك المئات من حالات تسمى طبعا أكثر حالات وما هي أكثرهم الحالات خاصة كما قلت أنت الجماعية في الأعرس والمناسبات خاصة كما قل إحنا استهلاك الحلوى معا وبعض الأحيان تانيت كما قل إحنا للأطعمة خاصة الكوسكوس عندما يكون في المناسبات العائلية الكبيرة وبعض الأحيان كما قل إحنا استهلاك لسوندويتش لفاستفود نعم وكاين بعد الحالات عندما الأم تطهي كما قل إحنا بمواد متعفين متعفين يعني هي سوخس كما قل إحنا تعلم تكسيكاسيو في الدار كما قل نقص في حالات جاءت من المستشفى وتطورت ضعفة حالات خطيرة في يعني ربما شفتها في خلال المصار المهني هي في أغلب الحالات يعني ربما كما قل إحنا مشي هذه الأدوية وكما قل إحنا نصائح ولكن تستلزم أنه لازم كما قل إحنا نجيب لها كل ما تم يعني كما قل إحنا نعم فهمتك راحل كامل ربما غصر 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 الإكليبر كما قل إحنا يعني قدر تسوم يؤدي خلال 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 شوف نحن تكلم لغة صراحة سيداني قل ناكل صموم ناكل شوف كان تجار نعتبر هم قتارين يعني بعض التجار يعني يبيعوا السموم في إطار منظم يعني دخل علب وهي مسمومة الدخل ويبيعها في القروة يعني كما سوق القروة على الصمار أنا نحوص شي وراه الرقابة المحترفة يعني الرقابة اللي يدين لي زون كات مش يتلحق يروح يعاقبه غير التجار اللي جائن في طرف الطريق يعني في البولفار وإيهل ترى كان الرقابة اللي يتحقق وتلحق يعني يتميزر يلبس البالط ويدين نواضع شغول شيخ ويتبع القاضية حتويني يحكم المخالفة نزيل نلتك حاجة كان بعض عوان الرقابة ما عندوش طنوبيل ما عندوش ترانسبور ما عندوش السكنة ويروح يدين الرقابة في شركة كبيرة نعم نعم فيه طواطع الجزائر لازم يقفولها رجالها الجزائر لازم يقفولها ناسها انت المراقب وانا المراقب وهذا المراقب وهذاك المراقب نحن تكمل العملت على الدولة لازم نبلغوا على الناس هذين السفحين اللي يحبوا يقتلوا الشعب يعني قلت له موت باطئ ونحن نعرفوهم هم رهم ضدنا وما يحبوش نتكلموا بس هنقول لهم نتكلموا ورح ننحقول لكم يعني صرح صرح وشكلهم بعضهم التجار نعرفهم حقيقة بلغت عليهم ومدرت لهم الدولة والو وعندي دركة عندي هاي في المحفاظة عندي وثايق دولة مدرت لهم والو لا لا دولة عقبتهم بالدليل عقبتهم الدولة وبالدليل شو كان بعض المنتوجات اللي هي في قائمة التسمومات الغذائية ولازم نعرفو أنه التسمومات الغذائية انت طرحت واحد سؤال واجه ممكن تدير أعراض ممكن تقتل ومن أكبر تسمومات البوتوليزم لازم نعرفوه البوتوليزم اللي إذا ما اكتلش مولاه يدله عاهاته للأسف الشديد عاهات مستديمة لازم نعرفوه أنه المواد اللي يدير تسموم هي المواد السريعة تتلف وأهموها وأخطاروها اللحوم ومشتقات الحليب لأنه الجرثومة التي تلصق فيها من نوع على سلمونيل وهذه هي جرثومة قاتلة يعني تفتك زد على ذلك المرطبات المرطبات لقلاس ونحن نتخلع على موسم الحر والقلاس نعرفوه أنه عنده درجة حفظ معينة وأحياناً يذوب يعودوا يجمدوه إلى غير ذلك وهي من بعض السلوكات اللي إنسان يديرها عن جهالة وحتى بعض التجار يديرها عن جهالة يذوبوا لقلاس يعود يجمدو لقلاس اللي نقول لك اللي يأكلوه وبالتالي نحن نشوف كان إجراءات عملية لابد أن تأخذها بعين الاهتبار من بينها أنه تجري أمن تجري أمن على من توجد سريعة التلف لازم تكون عنده يناصر يراص على من توجد سريعة التلف ولابد أن يتم تعويضه في أسرع وقت إذا كان إنسان عنده واحدة رانضم تاعة عشرين مليون حاليب مشتقاته فسدلوا يستنى عامين بشدة تعويض ما يديش تعويض الأمر الثاني الذي طالبنا به هو وضع تيرمومتر إكستان يعني درجة حرارة ظاهرية عينية خارج الثلاجات بمعنى أنه المستهلك لما يروح يشوف يعرف درجة الحرارة الحقيقية لتلك الثلاجة ما هيش ثلاجة وتحط يدك مداخل تلقاها سخونة والأسف الشديد شيء ثالث الذي نطالب به هو تكوين تكوين كل مناولة الأغذية وبائع البقالة لزي بي سي قبل ما يعطى لهم سجل تجاري لأنه من غير معقول أنه أي تاجر ما يعرفش ما معناها جرثومة ما يعرفش ما معناها درجة حرارة حفظ نروح هنا نعطله سجل تجاري ونحط ألاف أروح تعالناس هذه العمليات البسيطة والتي لا تكلفون شيئا كثير لأجل صدقني بمثل هذه الإجراءات سوف نقضي قضاء كبير على ممثل في 30 ثانية في 30 ثانية بش نختصر تهى الوقت في 30 ثانية أنا وش نقول اليوم حن لوقتي بش نديرو نتكاملوا بعضنا بعض ونديرو أو لجنة يعني ولائية أو لجنة وطنية فيهم أطباء فيهم جمعيات حماية المستهلك فيهم مجتمع مدني ونحاربو هذه الظاهرة ونحاربو نكشفوا الحقيقة بش نمروها للشعب ونرطوها للمسؤولين بش يعرفوا كيفش يحكموا خطش نشاطر الأخ سبدي قل لك المسؤولين مش يقولوا مثلا ذا كاتيرة يعني حشاهم الله كان بعض المسؤولين تعمل مستشفى ما يطوش الحقيقة للوزارات يعني بش ما يتعاقبوش وبش ما يقول لكش يديقرادو طيب لجنة وطنية المهم نخلقوا لجنة وطنية يعني ونقترحوا عندنا مقر والمقرنا مرحبا بكم في المقر التاعي جديد تعمكتب ولاية في الاتحاد يعني أنا المستق ولاية العاصمة مرحبا بكم بنطيكم المقر ومرحبا بكم كلمة الأخيرة فقط أنا أؤكد أنه من الممكن أن المواطن البسيط نتاخذ بعض السلوكات التي تكون وقائية فلن يستهلك كل ما يعرض عليه على أرصفة الطرق التي يستهلك كل كل مادة غذائية دون مراعاة صلاحية وحتى تذوق يعني حتى تكون صلاحية عندما يذهب للمنزل ولا يدوق يدوق الدوق عنده أهمية كبيرة الدوق يعني غير معتد نصرح كما قلت تكون عندنا يعني سلوكات حضارية نصرح بها للجهات المعنية وهلو ما جر حتى أن التاقي يعني ونحترم كل الجهات التي هي يعني في محور هذا الموضوع وشكرا شكرا لك على حضورك معنا بدون تحفظ شكرا لك أيضا وسيل مصطفى زبدي شكرا لك على حضورك معنا مشاهدين الشكر لكم أيضا على حسن إصاء المتابعة وشكرا لكم